اول خصلة من الخصار الحميدة يفخر بها العراقي انه صاحب غيره لكنها تموت على يد مجرمين وبائع ظمير بعيدين عن العراقي الحقيقي باخلاقه الحميدة ومن جيوش الذباب الالكترونية الذين يعبثون بالسياسة الى خلايا الارهاب وغسل الادمغة هنا في العراق ايضا جيوش من شباب الابتزاز للنساء عبر فضاءات الشبكة العنكبوتية يحدث هذا في السنوات الاخيرة بما يقلق ويشكل ظاهرة خطيرة على المجتمع العراقي لكنها ظاهرة دخيلة على المجتمع وهذا ما يؤكده باحثون مختصون في الشأن الاجتماعي اما الابتزاز الالكتروني الذي يبدأ بصور ومقاطع صوتية واعترافات يوثقها ممتهي نوسن عتل جرام بعد ان تحولوا الى قتله واصبحت ظاهرة اكثر خطونة من ابتزاز للاعراض مقابل حفنة من المال الى اجبار على الانتحار المشهد الذي نشرته التغيير نقلا عن جهاز الامن الوطني يكشف بصوت وسول حجم الجريمة وخطورتها سيدي من ثقت بيا بعدين سيدي قمت اتعاملوا يوها التهديد كنت بعض حالات اخرى مارست بحق الانتزاز؟ نعم سيدي هواي هواي استغرزيتين عمود المادة سيدي هواي بلات جيت الـ سيداني من خلال التهديد طلبت من عندها فلوس سيدي وجيت اللي هنا البغدار سيدي تم القال قابض عليه من خلال جهاز الامن الوطني ما يكرس جهدا كبيرا يقول النشطاء والمراقبون واولياء الامور انها ظاهرة لابد من متابعتها وضبطها عبر فضائل انترنت الواسع الذي يحدث فيه كل شيء في الخفاء وبات يدخل البيوت دون رقابة او عنا ترجمة نانسي قنقر جهزيز